هي هذه العقيدة السليمة على الأقل بحسب فهمي بحسب عقيدتي إذا كنتم لستم متأكدين من هذا قارنوا فيما بينها وبين عقائد مراجعكم عودوا إلى مقدمة الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر فقد كتب عقائده في مقدمة الفتاوى الواضحة عودوا إلى مقدمة الرسالة العملية لبشير النجفي فقد كتب عقائده في مقدمة رسالته العملية عودوا إلى مقدمة محمد الشيرازي فقد كتب عقائده في مقدمة رسالته العملية وهكذا أخوه صادق الشيرازي كتب في مقدمة رسالته العملية عقائده التي يعتقد بها عودوا إلى ما كتب سعيد الحكيم في كتبه العقائدية وعودوا إلى ما كتبه محمد باقر السيستاني يعرض المنهج العقائدية السيستاني في كتابه الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين يعرض لكم عقيدة هي أسوأ من عقيدة الأشاعرة والمعتزلة عودوا إلى كل الكتب العقائدية التي كتبت في زماننا هذا أو في الأزمنة الماضية عودوا إلى الباب الحادي عشر الذي يدرس في حوزة النجف عودوا إلى شرحه إلى شرح الباب الحادي عشر عودوا إلى تجريد الاعتقاد الباب الحادي عشر كتبه العلامة الحل وشرحه كتبه المقداد السيوري وتجريد الاعتقاد كتبه نصير الدين الطوسي وتجريد الاعتقاد كتبه نصير الدين الطوسي وأما شرحه كشف المراد فقد كتبه العلامة الحل عودوا إلى عقائد الإمامية للمظفر التي أسميها بعقائد الأموية عودوا وعودوا إلى كل الكتب العقائدية وقارنوا فيما بينها وبين ما عرض في هذا البرنامج ستصلون إلى نتيجة واحدة عقائد أهل البيت هي هذه وعقائد مراجع الشيعة لا علاقة لها بأهل البيت وعقائد مراجع الشيعة لا علاقة لها بأهل البيت مطلقا لا من قريب ولا من بعيد تستطيعون أن تصلوا إلى هذه النتيجة بأنفسكم عندكم عقول واحترموا عقولكم وقارنوا فيما بين المضامين التي عرضت في هذا البرنامج منذ بداية شهر رمضان وإلى أن تنتهي هذه الحلقات وكل الحلقات في عرض صحائف العقيدة السليمة من منابعها الأصيلة من قرآنهم المفسر بتفسيرهم ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قارنوا بين هذه النظافة والطهارة وبين تلك القمامة والمزبلة في كتب مراجعكم إنهم مراجع النجف لا أتحدث عن الجغرافية أتحدث عن المنهج قد يكونون في النجف وقد يكونون في غير النجف من الجهة الجغرافية